الخبر الأول اللي عدنا عن ويسام تكت وقصفه لمحمد جواني فويسام على آخر أغنية نزلها بقناته وتحديداً بالدقيقة 52 ثانية اسمعوا زين شينو قال ويسام طبعاً لتركزون شوية بشافايف ويسام يشوفون إنو قال محمد جواني ومن الواضح إنو التعليق اتفجرت بجيش جواني إلى ما أن ويسام قرر إنو يلغي هذي التعليق أن الطريقة أو الحركة اللي سواها شهد وستمند بأنس وأصالة اللي شافها هو هذا المقطع يعرفون عن شون داعتي ولكن نحن أشرح الفكرة بالسريع أكو ميزة باليوتيوب أذا شونت يوتيوبر أكيد تعرفها واللي هي اسمها الكلمات المحظورة بهذه الخانة تقدر تحط بها اسم أي يوتيوبر أو أي كلمة ما تريدها تطلع بالتعليق عندك فتقدر تحط ويسام تيكت جواني غيرها من هذه الأساميع عمو ما تطلع عندك بالتعليق ومن الواضح إنو ويسام تيكت حط اسم جواني بهذه الخانة أما بالنسبة لأشخاص يسلمون عن الدليل فهو هذه التجربة الحقيقة قدامكم فنكتب قدامكم جواني وبعدين نكتب محمد جواني ونشوف هل هذه التعليق راح تطلع للناس أو لا فبعد ما كتبنا حاليا نروح على كلمة الأحدث أولا عمو نحفظ الأشخاص أو نشوف تعليق موجود ونشوف التعليقات للشخصين هذولة حفظوا أساميهم جيد وبعدين راح نغير الحساب عمو نشوف هل هو التعليق ظهر للناس أو لا فحاليا بعد ما غيرنا الحساب ننزل ونشوف التعليقات الأحدث أولا فنضغط حاليا على الأحدث أولا ونشوف إنه التعليق مالتي مموجود ولكن تعليق هذول الشخصين قلنا لكم حفظوهم موجودين فابتوني يا حبايب شو رأيكم بقصف وسام لمحمد جواني وشو رأيكم حركة وسام عمو ديلغي هذي التعليق الخبر الثالث اللي عادنا عن أنوار محمد مار ومقلبهم ابنور مار فمحمد نزل على الحسابه بالإنستجرام هذي اللي ستوري اللي يقولون بي إنه سواوا مقلب بنور مار كلش قوي وراح يزل على اليوتيوب يوم الثاثاء ومن واضح من شو كن نور مار إنه المقلب قوي شوف هذي السرعة من تبتمونك اليوم مقلب بمين؟ بنور؟ اي انا داقولي داقولي قلت لهم تمام حت صباح منيك عرفتك صباح الخير ياسطى يا جماعة بكرا اليوم بكرا أمنا تنزلون يوم تلعته تلعته رح ينزل مالب نور كتير كتير حلو اقلابتوا السباح الخير ياسطى بعدها نور نزل على الحسابه بالإنستجرام هذي الستوري اللي هو ردت فعلا بعد ما صار به المقلب شوفوه عملوا مالب فين يا جماعة هذي هذي البيض رحظة وهذي الهذي يوم تلعته رح نزله غايف هزله مار سكتي انتي الخبر الثالث اللي عدنا عن مفاجأة يارا مار وأنوار مار فيارا نزلت على حسابها بالإنستجرام هذي الستوري هي وأنوار واللي تقول بي انو انتظروا يوم الأربعة اكون مفاجأة ومقاطع خرافية رح تنزل انا وانتوا رصورنا لكم فيديوهات كثير 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 حلين كنوا يجهزين يوم ويوم الأربعة راح يكون أيام قوية للجلادين فاكتبونا جواب الكومنتاج قدوا توم تحمسين المقاطع الخبر الرابع على السريع اللي عدنا على أحمد أبو الرب فأحمد نزل على حسابه بالإنستجرام هذا الستوري اللي يعلن به عن أنه هو ناوي يسافر ولكن ما حدد البلد هذه المرة سيسافر عليه فاكتبونا يا حبايب الكومنتاج تلوين تتوقعون هو ناوي يسافر وبس والله نوصلنا على نهاية المقطعة أتمنى مقطع جاوكم شكرا لكم عن 200 ألف مشترك إن شاء الله باجر راح يكون إن مقطع شوية بخصوص هذا الموضوع فبس جانا كفازة مخاطمة مملكة القصص مع السلامة